الكرام مناظر يعني يكاد يعني تؤلم القلب وتؤلم كل من عنده ضر الضمير هذه المشاهد وتلك المشاهد التي نراها في المخيمات مخيمات إخواننا النازحين يعني الكل يجلس في بيته وربما يشغل المدفأة أو المكيف في أجواء باردة نعيشها ولكن في الأخير هؤلاء السماء هي غطاؤهم والأرض يفترشون الأرض في عز هذا البرد وفي هذا الجو الصعب جدا خنونا نشوف مشاهدين الكرام مع بعض كده هذا الخبر ثم نعود للتعليق مع فضلت الشيخ عصام متابع الأخبار جراء الأمطار غرق عشرات الخيام في مخيم بإدلب السورية في مخيم قفر عروق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا الذي يقتنه نحو خمسين ألف نازح طبعا زي ما أنتم شايفين كده مشاهدين الكرام ومن يرضى أن يعيش مثل هذه العيشة كما تخاطبكم هذه المرأة المسنة طيب خلونا نشوف الخبر اللي معنا مشاهدين الكرام أيضا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يناشد كل الخيرين وأصحاب القلوب الحية وجميع الدول الإسلامية والمنظمات الإغافية والإنسانية لمساعدة وإغافة هؤلاء المنكوبين في المخيمات في الشمال السوري مش بس كده كمان أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيان تعالوا نشوفوا كده مشاهدين الكرام احنا قرينا الفقرة الأولانية يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ الحزن والأسى ما يحدث وما يتعرض له إخواننا في الشمال السوري وخصوصا مع دخول عواصف البرد القاسية والسيول الجارفة التي تكتاح وتقتلع المخيمات والتي ترافقها موجات البرد القارس مع عدم توافر الحد الأدنى من وسائل التدفئة بل الحد الأدنى من سبل العيش العادية حيث يعيشون في ظروف صعبة وقاسية يعانون فيها من الجوع والبؤس والبرد القارس وبخاصة الأطفال والردع بسبب البرد وانعدام المواد الطبية والغذائية الكافية لذلك فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يناشد كل الخيرين وأصحاب القلوب الحية والرقيقة وجميع الدول الإسلامية والمنظمات الإغاثية والإنسانية لمساعدة وإغاثة هؤلاء المنكوبين في المخيمات كما يدعو الاتحاد الجميع للمساهمة ولو بالقليل لحماية هؤلاء المنكوبين حتى لا نقف مكتوف الأيدي نشاهد ما يحدث بل يجب أن نقف معا بجانب أبناء الشعب السوري الشقيق عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع نسأل الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن إخواننا اللاجئين والمنكوبين في كل مكان وأن يعيننا على القيام بالواجب نحوهم في هذه الأيام العصيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي الأستاذ الدكتور علي الكرداغي الأمين العام طيب معنا كمان مشاهدين الكرام صورة لبيان هيئة علماء فلسطين أيضا والتي دعت وناشدت الجميع من أجل مساعدة هؤلاء النازحين هيئة علماء فلسطين نداء ومناشدة عطفا على دعوة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تناشد هيئة علماء فلسطين أهل القلوب الرحيمة والنفوس الخيرة والمنظمات الإغاثية في جميع بلدان العالم الإسلامي التحرك العاجل لنجدة وإغاثة إخواننا أهل الخيام الغارقة بالأمطار والثلوج في الشمال السوري وتؤكد الهيئة على أن إغاثة ونجدة إخواننا المنكوبين في الخيام والبرد والثلوج هو من لوازم الأخوة الإيمانية والإنسانية التي سيسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة وتؤكد الهيئة على أن المجلس الإسلامي السوري وهو مرجعية علمائية سورية لها مكانتها وموثوقيتها قد أعلن عن حملة إغاثية للمنكوبين في مخيمات الشمال السوري ومن هنا تدعو الهيئة إلى دعم هذه الحملة والتفاعل معها كما تدعو الهيئة مؤسسات العلماء في الأمة إلى استنفار جهودها في الدعوة للبذل والعطاء وإغاثة إخواننا المنكوبين الذين يعانون الويلات تحت الخيام المتهالكة الغارقة بالوحل ومياه المطر هيئة علماء فلسطين بداية مشاهدين الكرام دعونا نستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ أصام على ما تبعناه على الشاشة من أخبار ومن بيانات سواء للاتحاد العالمي أو أيضا للهيئة علماء فلسطين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد طبعا الإنسان تألم ألما شديدا لما يراه من محنة هؤلاء الناس الذين أشبه بالعراء يعني ما قيمة خيمة مبتلة بالمياه سواء الأمطار من أعلاهم والمياه أسفلهم صحيح يعني يفترشون الماء والسماء بتنزل ميا يفترشون الماء ويلتحفون الماء صحيح يعني الفرش مية واللحاف مية مزبوط أمر طبعا في ظل والكلام ذا مش فحر لو فحر أصلا يجيب مرض يتعب أي فما بالنا لو في شتاء قارص بهذا الشكل ودرجة حرارة منخفضة بشكل كبير جدا السفر كنا ساب في نزول الثلوج صحيح في مناطق كتركيا ومناطق الشمال السوري نفس الحالة هذه مناطق الثلوج تتنزل فيها يعني تمام فلو الناس دي أصلا في خيام نظيفة وكويسة أصلا لا تكفي الإنسان لأنه على الآن يعيش بدون ألم البرد لا يعضه البرد طيب مبالنا والأمطار والمياه والثلوج والأطفال طبعا بشكل حكم الأطفال يلهم بها طبعا بالنسبة لهم قالت لهو قالت لهو في الصباح كلها تحيلة في الصباح لكن وقت النوم قالت لهو قالت مرض صحيح فربنا يعافي الجميعين طيب هذا هو الواقع أي وواقع خلفه الاستبداد والظلم يعني هو السبب في هذه المخيمات الظلم مزموط وهو إيه اللي خلى اللاجئ ده مكانش في الشارع كان مفودي بعت بلده في بيته هو في بيته كان فيه بيت البيت ده تضرب بالبراميل المتفجرة بالأسلحة بالصواريخ اتهجر اتهجر بقى على حدود بلده على حدود الأماكن العامرة طيب في خيمة وكمان مش ديماله الخيمة ولا حياة الخيمة مستقيمة معاه لا بل الخيمة بمآسيها بمشاكلها بأمراضها وعلالها بفقرها وجوعها وبردها طيب إذا الناس في البيوت ومشغلين الدفايات وقعدين متكتكين ويعني علم الدفاية جيب معاه قاعب بفأفة من البرد طيب اللي هو لا دفاية ولا غيره حاله هيبقى ايه ورجالا ونساء واطفال مضبوط إذن الحال صعب جدا وعسير ما الموقف الموقف طبعا نحن نريد أن نريد أن موقف الإغاثي الموقف الدولي العالمي السياسي على أهله الموقف الإغاثي الموقف أنه يكون من الناس من الوقوف بجانب هؤلاء لأن إذا كانت الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى فنعمة البيت والأمن نعمة لا يراها إلى المحروم من هذه النعمة نعم الله عز وجل حينما امتن على قريش وأمرهم بعبادته فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف نعم الأمن والشبع أي وكلاهما يفقده اللاجئ للأسف يعني طبعا طبعا عندنا أكبر وأطول قضية لجوء اللاجئ الفلسطيني ونفس المعاناة بتحصل أحيانا مش أحيانا بمعنى أحيانا يعني على فترات طيب إيه دورنا دور الأثرياء ودور أهل الخير ودور أهل الإغاثة العمل والسعي إلى إغاثة هؤلاء الناس هؤلاء الناس يجوز شرعا تغيثهم من أموال الزكاة لأنهم ينطبق عليهم أكثر من مصرف من مصارف الزكاة طبعا فهم فقراء وهم مساكين وهم غارمون لأنه غارموا بيوتهم وهم أبناء سبيل صحيح يعني توافر فيهم أكثر من شرط أكثر من مصرف في توافر فيهم وأهلهم الناس كانوا أهل الثورة في سبيل الله طبعا إلى آخر هذه فمن الزكاة من الصدقات العامة غير المشروطة من الهبات من الوصايا من المال الذي اكتسبه الإنسان من مصدر فيه شبه ويريد أن يتطهر منه أي يعطي هؤلاء دون أن يخبرهم كل هذه مصادر على الإنسان على من هذا الدور طب أنا فئير من معيش تذهب إلى من معه تدله على ذلك الأول القادر بيتصدق غير القادر يدله ينصر كما قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع ليتيم ولا يحض على طعام المسكين على طعام المسكين ولا يطعم ولا يحض وأبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل قال لمرأته أم الدرداء قال يا أم الدرداء إن في النال سنسلة ضرعوها سبعون ذراعا وقد أعانل الله على كسر شطرها أي نصفها فإن قد أمن بالله فاستعيني وحض على طعام المسكين يقصد قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعوها سبعون ذراعا فاسلكوه ليه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين نعم فنحض الناس على طعام المسكين طيب ودل على الخير كفاعله أو له من الأجر مثل فاعله كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم طيب كل ده خلاص مش قادر لا معاك ولا بنت أهل الدلالة خلاص يا سيدي انوي العيشة في فعل الخير قل يا رب إذا أعطرتني أمكن إخواني هؤلاء من هذا العمل كل هذه أدوات لفعل الخير لإغاثة الملهوف للوقوف بجانب المحتاج واجب على الأمة المسلمة واجب على غير المسلمة يعني واجب إنساني على الجميع في التعامل لو أنا مواطن في دولة بعيدة وشفت هذه المناظر ما عنديش مبرر أمام الله عز وجل إن أنا أتغافل حتى إن كنت فقير أساعد في النش إن كنت أمتلك المال لابد أن أضحي بهذا المال من أجل هؤلاء ده واجب على كل الناس أو أنا مليش دعواء هم مسؤولين من الدولة اللي هم فيها لا ما فيش حد المسؤولية في هذه الأمور ليست مسؤولية فقط اللي عايش جنبه لا كل من وصله وصلتك الرسالة ولا زال محتاج واللي حوالي ما يكفوش خلاص وصلت إليك زي الحريق اللي بيشتعل بيشتعل أي واجب على مين أو حاجة على أهل المطافي صح فرض عين شغلته أي ثم اللي حوالي اللي حريق جيرانه طب طلعت الحريق أكبر الشارع اللي بعده أي اللي بعده الدائرة تفضل تتسع إلى أن يتحقق هذا الواجب تمام جزاكم الله خيرا مفضلت الشيخ عصام